رغم تركز السلطة بإيران بإيدان المرشد الأعلى علي خميناء بشكل مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي تحدي جديد لاستقرار النظام ومشروعيته لسببين رئيسيين أولاً حددت إيران 28 حزيران موعد لانتخاباتها الرئاسية هتواجه هالانتخابات تحدي بنسبة المشاركة الشعبية من بعد ما شهدت آخر انتخابات بأدار الماضي أدنى مستوى بتاريخ الجمهورية الإسلامية وانخفضت بالعاصمة تهران لـ 24% عبرت هالنسبة عن اتساع الفجوة بين النظام وشعبه خاصة بعد الاحتجاجات اللي شهدتها إيران بالـ 2022 بعد مقتل مهساميني واليوم تفاقمت الأزمات الاقتصادية لتزيد النقم الشعبية عن نظام تانياً تزامنت سيطرة المحافظين على المشهد السياسي الإيراني برعاية المرشد مع غياب الوجوه يلي بيوسقوا فيها واللي بتملك حد أدنى من الشعبية براهيم رئيسي كان واحد من آخر هالوجوه والبديل الأساسي المطروح حالياً هو نائب الرئيس محمد مخبر مشكلة مخبر أنه من الوجوه الإشكالية اللي كانت مسيطرة على كرتلات الاقتصاد المتصلة بالحرس الثوري واسمه مرتبط بفضايح فساد بقطاع الاتصالات والمصارف والنفط والإيرانيين بيربطوا اسمه بفضيحة لقاحات الكورونا بعد ما منع المرشد استيراد اللقاحات الأجنبية لبيع لقاح محلة أشرف على إنتاجه مخبر ليتبين لاحقاً أنه اللقاح مش فعال رغم عدم شعبية مخبر بيضل من الوجوه القليل اللي ممكن يراهن عليها المحافظين اليوم وهالشي حيزيد من أزمة مشروعية النظام خصوصاً مع بدء الحديث عن أزمة خلافة المرشد علي خميني